موسيقى بدأ بالأمس الرئيس سيسي جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين أكيد الجولة دي هي كمان في أعقاب جولات أخرى عربية حصلت سواء في السعودية أو الإمارات خلال الشهر الماضي ملفات عدة الحقيقة في العالم العربي مفتوحة سواء ملفات في مجال التعاون السنائي بين مصر وهذه الدول أو ملفات عربية وما أكثرها من ملفات هنتكلم نهارده عن زيارة الرئيس للكويت والبحرين وحنناقش الزيارة مع العميد سامير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية نهارك سعيدة فن نهارك سعيدة فن الحقيقة الجولة دي جات في أعقاب زيارة السعودية وزيارة الإمارات يعني فيه تمام بمنطقة الخليج الفترة اللي فاتت بيترى ليه هو لو جماعنا احنا الأربع دول السعودية الإمارات البحرين الكويت تمثل مجلس التعاون الخليجي اللي هو الجناح الناشط المعتدل هو ناشط المعتدل أنا أقول ليه ناشط لأن عمان ضمن التعاون الخليجي لكن الدولة مش ناشطة لأنها بتاخد الحياة دائما حاول كل القضايا سواء السرع اليمني الليبي السوري يعني ما تدخلش نفسها في الأمور أوي وبتقول دائما يعني أنا أكون مرشحة دائما لاستضافة التفاوضات وقطر دولة ماريخة فهي لا تمثل الاعتدال عشان كده أنا حددته بالاعتدال والنشاط الموضوع أن ما بعد وصول ترامب وهناك انتخابات في فرنسا العالم بيعاد سياغته يحتاج رؤية جديدة في الناس اللي قابلهم ترامب كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العادة السعودية ووزير الدفاع بالإضافة للملك عبدالله بن الحسين ورئيس عبدالفتاح السيسي وفي زيارة مرتقبة لترامب السعودية المظلوبة الزيارة دي كان رويتر طلعت مبارح ملخص لتسريب 11 ورقة تمثل استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب في المنطقة اللي حتعقب زيارته المصر وإسرائيل والفاتيكا فلابد بن وجهة نظري طبعا أن يكون هناك بسوأ اللي اختار محطته الأولى السعودية زي ما أوباما اختار مصر هو أوباما اختار مصر بيعتبر أنها بلد الأزهر ففضل أنه يخاطب العالم الإسلامي من بلد أكبر مرجعية في العالم الأزهر الشريف هو رأى أن السعودية بلد القبلتين بلد الحرامين وقبلة المسلمين وهو عبر عن ذلك بشكل واضح ده مش تحليل يعني فرأى أنه يخاطب المسلمين من قبلته وصرح أنه سيقابل قادة عرب في الأغلب طبعا مجلس تعالي الخليجي أسألها مش لقاءه بخادم الحرامين الشريفين طب لو ربطنا التسريبات الحارج بتتكلم عنها بتاعة مبارح دي بالزيارات الخليجية اللي قام بيها الرئيس عبدالفتاح السيسي إيه هو المنطلق اللي خارجه منه خطة مكافحة الإرهاب من وجهة نظر الرئيس الجديد ترامب؟ أولا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب هو تخلى عن مبدأ من مبادئ الديمقراطيين هو التدخل في ثقافة الدول يعني أنه حقوق المرأة وحقوق الشواز والمثليين هو يعني بعبر على أنه لن يتدخل في ثقافة الدول وسيبني علاقة أساسها كيف يتم القضاء على الإرهاب في الدول اللي هما بالنسبة لهم هي بتمثل مصدر الإرهاب الدول الإسلامية بالنسبة لهم لأنه يعني ترامب دائما يتحدث عن التطرف الإسلامي والتكفيري بس إستراتيجيته يعني؟ إستراتيجيته أن أول حاجة أنه لن يتدخل ثاني حاجة أنه لا يحتاج لتدخل بقوات أمريكية بل يعتمد على قوات تلك الدول وعلى موارد تلك الدول أن لا تتحمل الخزانة الأمريكية سواء أرواح ودماء أو تكاليف وده مختلف يعني وده كان وضح من برنامجه كمرشح هناك رؤية جديدة تحتاج للعرب أن يكون لنهم من سيتحملون أعباء الفاتورة يعني لو حد متخيل أن ترامب جاي يكافع الإرهاب بطريقة الجمهورين قبل كده سواء في التسعينات ومخططات الشرق الأوسط الجديد والكبير أو حتى طريقة الديمقراطيين على مدى دوريتي الرئاسياتين الموضوع مختلف ما يتعلق بتسويات الملفات المشتعلة سواء في السوري الملف اليمني الليبي لابد من رؤية عربية مشتركة وخاصة أن تراجع الدور العربي في كافة الملفات يعني ليبيا بتدار بالربعات الدولية سوريا بتدار في الأستانة على أراضي غير عربية بأطلاف غير عربية الأطلاف الضامنة هي تركيا وإيران وروسيا الاتحادية فبالتالي بصرف نظر كنا مؤيدين وقوات التحالف لا هو التحالف أستانة دوره متراجعة الحقيقة لا أصد قوات التحالف أمريكا وفرنسا هو التحالف دلوقتي بعد ترامب ابتدى ياخد منحة أنه يحارب داعش ودوره أصبح خجول فيما يتعلق بالمناطق الأمنة التي خرجت خلال أيام الماضية وما قبلها بالمناسبة هناك تراجع عربي سواء كنا متفقين معه ومختلفين سواء الدور العربي أو دور خليجي بصفة خاصة في سوريا تراجع لصالح أطراف إقليمية غير عربية وأطراف دولية مثل التحالف أجب تلمحه من الزيارات التي تمت قبل كده خلال الشهر الماضي سواء زيارة سعودية أو زيارة الإمارات بتتوقع إيه التوجه؟ إيه اللي ممكن نستشفه من التتابع اللي جاي من الكويت والبحرين؟ يعني السكر رايحة فين أو هدف الحقيقي للزيارات دي إيه؟ أولا من وجهة نظرية سيكون على رأيها على رأسها تغيير وجهة نظر العربية والعناصر الخليجية الفاعلة فيما يتعلق بمستقبل سوريا سواء برحيل بشار أو بقاءه لأن وجهة نظر المصرية كانت واضحة جدا أن السوريين دون غيرهم أن يحدد مستقبل سوريا سواء ببقاء الأسد أو رحيله ودي بدت من جهود مصرية في قمة البحر الأسود يعني تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مكملة لقمة البحر الأسود في الأردن بدليل أن القمة لم تطرح ملف رحيل بشار الأسد ونحن نعلم أن في أطراف عربي وعرأسها المملكة العربية السعودية دائما تصرحات سيد عادل جبير وزير الخارجية بتكون أنه لا مستقبل للأسد تخفت التصرحات لأن وجهة نظر مصر أن قضية تشيع الشرعية فيكون ربما الأقرب تنظيمات راديكالية على طريقة النصرة أو جبهة فتح الشام أو حتى جيش الإسلام وجبهة التوحيد اللي هي التي تختلف كثيرا عن داعش والقاعدة يعني ممكن وجهة النظر المصرية السعودية كان فيها شوية اختلاف بشأن سوريا ولكن في الأمور العربية الأخرى الكويت والبحرين موقف المصري إلى أي مدى بيتطابق مع مواقف سواء الكويتي أو البحريني الكويتي والبحريني عادة بياخد موقف المملكة العربية السعودية وإن كان لهم وجود متواضع جدا فيما تعلق بالأزمة الليبية اللي هي بالنسبة لمصر في رأس أسبقية الأزمات والاهتمامات لأنها تمثل نطاق أمن قومي قريب مباشر مش بعيدة عننا ليبيا ما يحدث في ليبيا بيؤثر تأثير مباشر في مصر فمطلوب أن مجلس تعاون الخليجي بالكامل يكون له رؤية قريبة مع مصر يعني مع مصر والإمارات طبعا الإمارات هي متقربة بالطبع مع مصر والأردن فيما تعلق بالأزمة الليبية متقارب مع مصر في كتير من المحلقين ربطوا هذه الزيارات بالشأن الليبي فعلا على خطوص لسبب هو في الإمارات الإمارات كان واضح أنه كان هناك لقاء ما بين المشير خليفة حفتر وفايل سراج رئيس حكومة الوفاق الليبية النشي عن اتفاقية السخيرات ونجحوا أنهم يعودوا مع بعض وأن يصدر بيان مشترك هذه الخطوة مكملة الخطوات سابقة لمصر إنها استضافتهم في فبراير شباط الماضي يعني كانوا موجودين في نفس المكان لكن يعني لم تنجح الجهود بأن يجلسوا على مائد التفاوض لكن نجحوا وده اللي بيوضح أن هناك تكامل ما بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالأزمة الليبية باقي الدول البحرين الكويت موقفها واضح في أنها تساند اتفاقية السخيرات لكن مساندة اتفاقية السخيرات أنا من وجهة نظري ما بتعكس انغماس في الأزمة أو محاولة للحلحلة لسبب اتفاقية السخيرات ما كانش بتنص على مشير خليفة حفتر وأن الحل يعني لابد أن يتم ما بين الشرق والغرب في وجود خليفة حفتر في وجود عقيلة صالح رئيس البرلمان بالإضافة للحكومة الوفاق الوطني لسبب حكومة الوفاق الوطني السخيرات قدتها اعتراف دولي وشرعية دولية يعني يتحدث السراج باسم ليبيا لكن لم تحصل على الشرعية المحلية لأن البرلمان الليبي المعترف به دوليا برئاسة عقيلة صالح لم يعترف بها ككيان فأصبح هناك خلل في الشرعية يعني عقيلة صالح وحكومة السانية اللي هي حكومة الشرق غير معترف بها دوليا ولكن لديها الشرعية المحلية ومن بعض الأطراف العربية منهم مصر والإمارات والأردن بالإضافة لأن مطلوب رفع العقوبات والحذر الدولي على السلاح لجيش الوطني ولن تتم القضاء على الميليشيات إلا بجيش وطني موحد وأن باقي الميليشيات تندمج في هذا الكيان واللي بيعكس أن مصر لها دور أن البيانة المشترك اللي طلع من فايس سراجو المشير خليفة حفتر برعاية إماراتية تطبخ مع وجهة نظر مصري لها وحدة الأراضي الليبية نزع سلاح الميليشيات رفع الحذر على توريد سلاح للجيش الوطني حكومة زاد صلاحيات واسعة وضفوا لهم عشان يحصل موضوع وفاق أن هناك مجلس رئاسي يمثل القهد العام للقوات المسلحة والقهد الأعلى يتكون من شخص فايس سراج وشخص عقيلة صالح وشخص المشير خليفة حفتر لو اتكلمنا عن العلاقات الثنائية ما بين مصر وهذه البلدان سواء الكويت أو البحرين وده موضوع حدثنا النهاردة ايه الملفات المطروحة على مستوى العلاقات الثنائية؟ طبعا علاقات المصرية الكويتية علاقات متميزة الكويت بتأتي في المرتبة الثالثة في الاستثمار في مصر باستثمارات مقدارها 2.7 مليار طبعا في المرتبة الأولى المنكة العربية السعودية استثمارات 5.7 مليار دولار يليها الإمارات الشقيقة 4.5 مليار لكن هو بشكل عام هو استثمارات العربية متوضعة اجمال استثمارات العربية في مصر 9% من اجمال استثمارات الإجنبية بإجمال 20 مليار استثمارات المملكة المتحدة فقط 25 مليار يعني أكثر من اجمال استثمارات العربية معيني الصورة الزهنية المأخوذة أن الدول العربية هي الأكثر استثمارة على رأسال الإمارات والسعودية فده كلام عيني بقى مختلف الكلام اللي بقوله ده كلام حقيقي لكن بالزبط وبالمناسبة تأتي في المرتبة الرابعة البحرين برقم متواضع جدا 1.7 مليار رقم متواضع ده فيه ناس في مصر يتمتلك فلوس استثمارات مصريين أكثر من دولار يعني مش معناه الصورة للمتاخد السعودية اللي دعمها الاقتصاد المصري أو الإمارات اللي دعمها الاقتصاد المصري طبعا فيه مساعدات حصلت فيه مع بعض الصورة وكل شيء نفرق ما بين المساعدات والمنح اللي الكويت مثلا صندوق الكويت للتنمية قدم لمصر على مدى تاريخ 1.7 مليار سواء منح أو قروض لكن هو الواقع لا محتاجة واحنا دايما نقولها يعني مش محتاجين هبات ومنح قدم احنا محتاجين استثمار يوظف وتعاون مشترك وفكرة السوق العربية المشتركة دي اللي كانت حلمه حتى تفضل حلمه يعني يعني اعتقد الموضوع القوى العربية المشتركة والسوق العربية المشتركة دول يعني أهمية قصوى وخاصة أنا أتفق معاك لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الحديث عن القوى العربية المشتركة هي وصلت لفين يا فن؟ هي وصلت يعني موضوع احنا دايما نتكلم على القوى العربية الدول العربية كان فيه فترة كده كان فيه حماسة في تشكيل لا هو تراجع لسبب وتراجع فجأة لا تراجع لسبب وأعتقد ده سبب من أسباب النشاط الرئاسي للقاهرة فيما تعالق بالخليج الأزمة اليمنية فيه بالفعل قوات في عصفة الحزم منها الإمارات منها المجلس تعالى الخليج عادة عمان المغرب السودان فبالتالي هو أسباقيات الجزء الأسيوي من الوطن العربي مختلفة عن الجزء الأفريقي يعني ستجد الكويت ربما مهتمة بما يحدث في سوريا واليمن أكثر مما يحدث في ليبيا بستثناء مصر طبعا مصالح كل دولة مختلفة وتهديدات مباشرة تهديدات مباشرة أمن قومي لكل بلد مختلفة قاسم مشترك لكل الخليج وللي علاقة بالأزمة اليمنية قضية التدخل الإيراني بحروب بالوكالة سواء وبيفخر الإيرانيين والحرصة الإيرانية بأنهم بيسيطال على أربع عاصمة عربية صنعة بيروت بغداد دمشق البحرين بالمناسبة في المخطط الإيراني هي اللي عليها الدور علشان الجواد الشيعي ولولا وافت هي أغلبية شيعية هي أغلبية شيعية بس بحكم سني بحكم سني ما هو العراق ما كانت بحكم سني بصرف النظر عنه ودي من الأفات اللي احنا عانينا منها موضوع هذا سني وهذا الشيعي وهذا خلاف فمحتاجة مصر ترسل رسالة للجميع أنها تقف خط دفاع أول على الأشقاء في الخليج وسواء المملكة العربية السعودية أو البحرين بالتعاون مع باقي دول الخليج لا أنا أريد أن أفهم النقطة دي لأن واضح أن الرئيس سيسي حذر في قطواته من هذا النوع لا لا نفرق ما بين حكتين يعني ما بقاش فيه لا التجارة عبد النصر الأذية لا حقيقي على السؤال لسبب ودي بتسبب أحيانا يعني شعور بالتناخل وهم لا يوجد تناخل الحياة الرئيس دايما بيقول الأمن القومي للأشقاء في الخليج وفي كل عرب جزء لا يتجزم الأمن القومي المصري ومسافة السكة دي لما يكون هناك تهديد خارجي للمنظومة العربية وليس احتراب أهلي ما يحدث في اليمن هذا احتراب أهلي حالة حرب أهلية ما بين قصص أيدولوجية ما يحدث في سوريا نفس الحكاية بس أم 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 من وجهة نظر السعودية أن ده تهديد شيعي لا تهديد شيعي عندما يكون هناك تهديد إيراني كما حدث في حرب الخليج الأولى ما بين الإعراق وإيران مباشر يعني هذا تهديد مباشر لكن قضية أو حروب بالوكالة لا مصري لا تتدخل في احتراب أهلي أو في احتراب طائفي أو عرقي أو خلافه وإن كانت مصري مشاركة في عصفة الحزب بغرض تأمين مضيق باب المندر حليج عدن ووجود قوات جوية ضمن القوات المشاركة لكن ما شركتش بقوات بالرئيب لكن موضوع الأمن القوم العربي ده مفوش جدل إن مصري ملتزمة ومصري دائما بتحط في قدامة أنها تبقى بدليل مش مصر اشتركت في حرب تحرير الكويت أيها طبعاً يعني ده لا ينسى أحد وأهل الكويت اشتركت يعني كانت مشاركة أساسية مشاركة في مقدمة القوات بالزبط البرية كمان بالزبط وأول ما اتحركت كان الغرض الأساسي تأمين حدود المملكة لأن كان هناك تهديد مباشر من صدامة حسين بس مصر كمان وقتها مش هي مصر دلوقتي يعني مصر دلوقتي عندها شأنها الداخلي مهمة بالنسبة لها حالتها الاقتصادية مهمة بالنسبة لها وده توجه على فكرة يحترم يعني إحنا كل واحد برد يخلي باله من مصالحه لأن كل الدول بتبص على مصلحتها في الآخر أنا أتفق معاك من منطلق أننا المشاركة في حروب ولكن أحيانا يكون إظهار القوة وإظهار التضامن هو الضامن أن لا تحدث اعتداءات يعني العالم نضج عن زمان هي فكرة لما تيجي دولة بتدخل حرب بتحسب الحزبة بصرف النظر عن أنها تقوم بالحرب وتحصل زي الحرب ثمان سنوات ما بين العراق ويران يخرج كل الطرفين منهزم كل الطرفين مدمر بصرف النظر عن ما قالت له الأمور بعد ذلك فوجود مصر كقوة كبرى القوة الأولى في المنطقة القوة العسكرية الكبرى الأقوى وترسل رسالة أننا موجودين وعشان ما بقاش كلامي كله بيعتمد على تحليلي رئيس عبد الفتاح السيسي في لقاؤه بالشيخ محمد بن زايد وليه عهد أبو الزبي نائب القهد الأعلى تحدث عن أن مصر ضد التدخل ومع كل جهود مكافحة الإرهاب فتدخل معروف إيران على أولها ثاني حاجة عدم تدويل القضايا العربية بأن تتدخل قوات دولية في ليبيا على طريقة العراق أو تتدخل في سوريا أو تقسيم فمصر واضحة وده سياسة معلنة في كل اللقاءات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء تمت في جولة في دولتين وأعتقد ستكون على مقدمة بخ اللقاءات في دول الأخرى أكيد إحنا في انتظار نتائج هذه الزيارة وما ستكشف عنه بشكرك جدا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية ودراسات الاستراتيجية شكرا لك فقراتنا خلصت النهاردة لكن رجعين نختم فقراتنا أنا وإيمان